بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بعض بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مفهوم الكلية الأولى التي هي كلية التوحيد لا إله إلا الله وهي أعلى الكلمات وهي أقل الكلمات التي تطلب من المؤمن لأنها شرط في تحقيق العمل الصالح وفي تحقيق غيرها من العبادات اليوم نتناول الكلية الثانية وهي إماطة الأذى عن الطريق وإماطة الأذى عن الطريق أيضا هي من أعمال البسيطة التي يقوم بها الإنسان في حياته ويجعلها طاعة ويأخذ عليها أزرا وأيضا هي سلوك حضاري في حياة المجتمعات باعتبارها قضية تتعلق بإصلاح الطرقات بإبعاد المفاسد المظار على الناس ولكنها أيضا هذه تمثل كلية في كل ما يتعلق بأعمال الإنسان لماذا؟ لأن الإنسان فيها جانب اللي هو العمل القلبي الذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي المتعلق بحقيقة التوحيد بالتصورات بالمفاهيم بالأفكار بالقضايا العقلية أيضا هناك كلية ثانية اللي هي الجانب السلوكي الجانب العملي الذي يقوم به الإنسان هذا السلوك العملي هو من ثمار العمل القلبي إذا كان الإنسان في قلبه تصور جيد مليح شعور بالمسؤولية فهم راقي شعور بأن عليه واجبات تجاه مجتمعه تجده تلقائيا سلوكاته كلها تعكسها تلك المعتقدات أو هي العبارة عن المرآة العاكسة لما يعتقد الإنسان فإماطة الأذى عن الطريق هو أن يجد حاجة تؤذي في الطريق فيبعدها عن الطريق فهذا شعب من شعب الإيمان ولما نقول شعب من شعب الإيمان يعني كلية تعبر على أن العمل المعتبر أو الذي يطالب به الإنسان هو كل عمل يقوم به في حياته هذا العمل الذي يقوم به يأخذ عليه أجر وأيضا يدخل في الإصلاح يدخل في مساعدة الناس على فعل الخير يعني لما ذكر نبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لما مليح يعني نستطرد مليح في هذا الحديث لأن الحديث ذكر لنا أن شعب الإيمان كثيرة جدا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي وذكرها أو عبر عنها بالسبعين والستين هذه الأمور الكبيرة هذه لابد لها من كائن كليات يعني مثل لما يجون نتكلموا على أي حاجة نتكلموا على كائن أمور أصلية أمور ثانوية مثل ما ذكرنا البنيان في الأسبوع الماضي قلنا بنيان يبني بنيانا هذا البنيان هذا فيه العرصة فيه السنتورة فيه الحديد فيه البيطون وفيه أيضا لبريك وفيه سبيغة وفيه وينها الأصل وينها الكل الأصل هو البيطون والحديد هذا هو الأصل الأول مثل لا إله إلا الله أنه في حياة المؤمن في معتقداته تكون مؤسسة على هذه الكلمة التوحيد وما ينبثق عنها من مفاهيم ومن أفكار ومن 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 ثم هذه الكليات وهذا الإسمنت المسلح يعطينا أفعال نقوم بها وهي الكلمة الطيبة، السنوك الحسن، الإشارة المليحة إلى أخير هذه الأمور كلها هذه عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأبسط أمر يعني اللي هو اماطة الأذى عن الطريق يصيب حجر الإنسان في الطريق يرفضها ويبعدها على الطريق هذا هو اماطة الأذى عن الطريق أو أي شيء يؤذي يعني حديدة، زجاجة إلى أخير هذه الأمور البسيطة وطبعا الأمور البسيطة هذه بسيطة ولكن كاي الأمور اخرى كبيرة فكل السلوكات اللي يأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الإحسان إلى الجار مثل أمر بمعروف نهي عن منكر أخذ على يد الظالم يعني هذه الأعمال كلها وحتى العبادات نفسها العبادات التي نقوم بها الأمور التي نقوم بها في حياتنا من الأعمال تصنف في هذا الأمر لماذا؟ لأنها من الأعمال الظاهرة في حياة الإنسان وهذه الأعمال الظاهرة هي الصمرة الطبيعية لمعتقدات الإنسان وما في داخله وما في نفسه الكلية الثالثة وهي الانفعال يعني الجانب الانفعالي لأن الإنسان عنده أعمال ليس أعمال هو يقوم بها في ذاته فقط لا أحيانا تكون عبارة على رد فعل على واقع الحياة الحياة هو عملية نفسية عند الإنسان وتعبر على انفعالات الإنسان هي ليست من التصورات وليست من الأفكار وليست من المعتقدات وأيضا ليست من الأعمال الظاهرة التي نقوم بها بأيدينا وكذا وإنما هي من صنف آخر صنف ثالث في حياة الإنسان اللي هو الجانب النفسي الشعور اللاشعور الوعي الأمور الذهنية في الإنسان لكن قد تكون ليست قولاً وليست فعلاً وليست عملاً ولا أي شيء مثلاً إنسان يذكر له كلام فيبدأ يصفر وجهه أو يحمر حياء سواء مدحة أو ذمة يعني أحياناً الإنسان هذا أنفعال هذا نسميه عمل نفسي هو صنف من الأصناف الأخرى أيضاً هذا من كلية من الكليات التي تأتي عند يعني عند تجري على الإنسان وهذه في الحقيقة لها قواعد أخرى غير التي نتكلم عنها مثلاً إذا تكلمنا عن التوحيد والله عن الأفكار الجادة والأفكار الدنيعة يمكن أن نتكلم عنها بمطابقتها للعلم بمطابقتها للوحي بمطابقتها لحقائق الوجود أو لمخالفتها وأيضاً يقوم الإنسان بأعمال نقوله هذا عمل حسن هذا عمل سيء هذا يليق هذا ما يليقش لكن الإنفعالات كيف نحاكمها يعني كيفاش نحاكمه واحد يخاف كيفاش نحكمه عليها أنه يخاف ولا ما يخافش ولا عليش يخاف ولا ما يخافش إنسان يغضب إنسان يستحي هذه الكليات هذه يسموها العلماء بالأمور الفطرية والأمور الفطرية القاعدة فيها يعني ينصرف فيها الأمر والنهي إلى ما يترتب عنها النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد من الصحابة وقال له أنصحني ولا دلني على أحب الأعمال إلى الله أو ما هيئة إلى ذلك من الأسئلة المعروفة قال له لا تغضب ونحن نعرف أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب حتى تحمر وجنته يعني كيف ينهى عن الغضب وهو في حد ذاته يغضب عليه الصلاة والسلام هنا قال العلماء إذا كان النهي على أمر فطري ينصرف إلى ما يترتب عنه يعني ما عليش تغضب ولكن بالك الدير معاصي بسبب هذا الغضب يعني 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 يغضب ثم يبدأ يلعن ويسب ويعتدي وكذا لا موش هكذا تغضب نعم الغضب مشروع لكن هذا الغضب ينبغي أن لا يؤدي إلى مساوية ينبغي أن يكون غضبا لله سبحانه وتعالى غضبا انتصارا للحق غضب لمدافعة الباطل غضب يعني لأمر معروف غضب من أجل منكر وقع في الحياة ولكن لا ينبغي أن يتجاوز الحد حد المعروف يعني أن لا يؤدي إلى معصية فإذا الحياء هذا هو كلية من الكليات التي تعبر على ما بنفس الإنسان من أمور النفسية هذه الأمور عفوا الأمور الإنفعالية يعني أن الإنسان ينفعل يغضب يستحي يخاف إلى آخره ولكن كل هذه الأمور لا ينبغي أن تؤدي إلى معصية وطبعا الحياء هو يعني معروف إحنا عندنا في طبيعتنا الجزائرية يعني خاصة أن الحياء خاصة بالنسابرك يعني المراهي التي تستحي لماذا لأنها هي التي يغلب عليها الحياة وتغلب عليها الحشمة وإلى أخير وهو الحقيقة لا الحياء عامة كل الناس يستحون إن لم تستحي فصنا ما شئت كما قد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن الحياء هو قضية جامعة عند كل الناس وطبعا الحياء غير الخجل الخجل ينسل إنسان يخغل فأحيانا يستحي وحيائه ويؤدي به إلى بعصية إلى خروج عن الطريق هذا ليس حياء الحياء هو الذي يبقى في الإطار في برضات الله سبحانه وتعالى وفي الإصلاح وفي ما يصلح حياة حياة الناس وما يساهم به في فعل الخير فإذن الكليات الثلاث في هذه الشعب الإيمانية التي هي كثيرة جدا فيها أمر متعلق بالفكر متعلق بالمعتقدات متعلق بالتصورات هذه كلية يندرج عليها ما لا نهاية له من المسائل عندنا الجانب العملي السلوكي حينما نقوم بأعمال سلوكية أي نحرك أطرافنا عمل الجوارح كما يسميهم أبو حامد الغزالي رحمه الله وهذه كلية أيضا يندرج تحتها الكثير من المسائل والعمل الثالث اللي هو عامل نفسي انفعالي وأيضا يندرج تحته كليات جملة من المسائل وكل هذه الأعمال هي عبارة على شعب إيمانية تجمع بين التصديق وما يترتب عنه من أفعال ترضي الله سبحانه وتعالى أقول هذا والصغفر الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر